موسيقى هكذا بدأت قناة السي بي سي الكندية تقريرها الخاص باغتيال الرئيس رفيق الحريري عريضة فيه الوثائق التي قالت انها حصلت عليها من الامم المتحدة قناة الجديد حاولت متابعة الملف مع الشخصيات اللبنانية التي ذكرها التقرير البداية كانت مع الاستاذ الجامعية يحيى الربيع الذي تحدث التقرير عنه وقال انه تصل بالعقيد ويسام الحسن ليبلغه ان لديه امتحانا يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري الاستاذ الجامعي رفض الحديث او التعليق على اي معلومة في حين ان حزب الله رفض التحدث في هذا الشأن مشيرا الى ان الرد سيكون في الايام المقبلة الامر نفسه انطبق على الصحفي شارل ايوب الذي كان التقرير قد اشار اليه من خلال الوثائق المتعلقة بالعقيد ويسام الحسن في ضفة المستقبل كان الوضع مختلفا فجاء تأكيد التعاطي مع هذه التثريبات على انها محاولة جديدة لخلق فتناء اصلا لجنة التحقيق الدولية تقصت حول ارقام لعقيد ويسام الحسن حول اتصالاته حول اتصالات التي وردت له حتى دخلت الى جامعته وشافت اوراق امتحاناته وتمحصت داخل اوراق الامتحانات وتبين ان كل ما قاله كليم وإلا لما كانت اعتمدت عليه جنة التحقيق الدولية في كل تحقيقاته واعتبرته مصدر اساسي للمعلومات بوصف رئيس جهاز امني يعتبر اكثر جهازة تعاون وتعاون مع لجنة التحقيق لذا ان هذا الكلام لا يستقيم ولا يمكن قبوله ما بيركب عقوس ازح فضلا عن انه هذه التثريبات اضيف لقال عامل ايسارة التواطق بين ويسام الحسن وحزب الله بشكل يعيدنا لزهنية الافلام البوليسيين انا بيعتقد انه يجب على حزب الله وعلى العقيد ويسام الحسن ان يقوموا برفع دعاوة قضائية على هذه المؤسسات لانه صار لازم يرفع دعاوة على كل هالمؤسسات الاعلامية كانت غربية ولا كانت سمعاتها موسوعة ونخلص من هالمجموعة الفرامانات ومجموعة الالعيب الرخيصة واعتبر صقر ان ما حدث دليل على ان لجنة التحقيق الدولية لم تستند الى اجندة خارجية انما وضعت كل الفرضيات امامها وان المحكمة لن تعمل على قاعدة 66 كرر ادعو حزب الله الى ان يتأمل جيدا في هذا الاتهام الذي يوجهها الى صدر الرئيس الحريري عندما اتهم اقرب المقربين اليه ليدرك بان عملية التسريب هي مجموعة من الفبركات المغرضة الهدف منها التشويش على التحقيق والتشويش على الوضع الداخلي في لبنان ووضعنا في مواجهة مع بعضنا قبل ان يصدر القرار الاتهامي وفي متابعتنا للملف اعرضت قناة السي بي سي خريطة رسمها الرائد الشهيد وسامعيد وقسمها الى الوان الاحمر للفريق الذي نفذ جريمة الاغتيال الاصفر للفريق الذي راقب حركة الرئيس رفيق الحريري والازرق للفريق الذي راقب تحركات الرئيس الحريري طوال السنة اما الخطوط الخضر والزهر فهي لمسؤولين في حزب الله كانوا على اتصال بالافريقاء الاخرين قناة الجديد حصلت على الاسماء الرسمية المدرجة تحت هذه الارقام عام 2005 وطارد ابرزها محمود رفاعي عدنان عزيز ابراهيم سرور خالد يخني محمد حموي صباح عز وخالد طاها وهو الاسم الذي ارتبط باحمد ابو عدس وشبكة 13 ولم يتم القاء القبض عليه الا ان اخر اتصال لخالد طاها من هذا الرقم كان في السادس من نيسان عام 2004 ومن ثم اصبح الرقم تحت اسم عبدالهادي عبدالله وبحسب الوثيقة فان الرابط بين هذا الفريق وحزب الله هو الرقم الذي يحمل اسم محمود رفاعي وتلك شخصية على صلة بعبدالشفيق عياش الذي بدوره تواصل مع جمال الدين اياد والاخير كان يتصل بشخص اخر من العياش عائلة العياش كانت صحيفة دارشبيغل الالمانية قد اتت على ذكرها حين ادعت ان هناك منفذين تابعين لحزب الله من عائلة العياش في موقع الاغتيال الرابط بين الحزب والمجموعة المنفذة على الارض تنتهي هنا لذلك الوثيقة تعرض 15 رقما اخرى وتلوينها بالاخضر اي انها تابعة لمسؤولين في حزب الله غير ان هذه الارقام لا ترتبط الا ببعضها البعض الفريق الذي تصنفه الوثيقة انه للمراقبة يحتوي على نحو عشرة اسماء ومن بينها رقم تابع لعبد المجيد غملوش واللافت ان رقم غملوش مسجل باسمه في الدوائر الرسمية اللبنانية ويقف وحده في الوثيقة من دون ان يرتبط باحد من حزب الله او اي فريق اخر سلة الوصل الوحيدة بين فريق المراقب المصنف غملوش تحته وفريق المراقب الاوسع الذي راقب حركة الرئيس الحريري مدة سنة هو رقم مسجل تحت اثم احمي كبرامية ووائل جابر من فريق المتابع الاوسع والذي يوجد في فريقه نحو ثمانية عشر اسما ابرزها عبدالقاسم غملوش ومصطفى الزدين